اشتركوا في القناة ما بنحبش ان احنا نصى الله فعشان كده تعهدنا والحمد لله رب العالمين كتير مننا اطعوا المنتجات ديت والنهاردة بعد مرور الايام والشهور والساعات جي رمضان مرة تانية كل عام وانتم بخير وكل عام وانتم الى الله اقرب وكل عام وانتم اقرب من سنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم اللي بشرنا وقال لنا ان في اول ليلة في شهر رمضان اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله اعتقاء من النار وذلك في كل ليلة فاللهم اعطك رقابنا جميعا من النار واجعلنا جميعا من اهل الفردوس الاعلى اللهم امين يا رب العالمين التقين السنة اللي فاتت مع قاطعه هذه المنتجات لكن السنة دي احترنا الحقيقة نقدم ايه كان لازم نقدم برنامج يليق بقناة اقرأ الحبيبة القريبة الى القلب واعدنا نتداول ونقول يعني عايزين نقدم حاجة جميلة لجمهور قناة اقرأ الحبيبة فجلست انا واخويا وحبيب الأستاذ اهاب دورة وعرضت عليه مجموعة كبيرة من البرامج وكان الاختيار اللي اتمنى ان شاء الله وانا عندي حصن ظن يعني يعني باخويا وحبيبي انه فعلا اختار الانوان المناسب فوقع الاختيار على برنامج اسمه المصارى السؤال اللي عايزين نسأله واللي ممكن كتير من الناس عايزين يسأله يا ترى مين هو اقوى رجل في العالم والسؤال التاني هو المطلوب منك مسلم ان انا يكون قوي ولا ضعيف حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقوله كما عند مسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وقال بعدها وفي كل الخير قد بالك لكن ايه القوة المطلوبة مطلوب يبقى قوة عندي في العضلات والجسم والبنية ولا مطلوب يبقى عندي قوة في المال ولا قوة في المنصب ولا قوة في العقيدة والايمان الحقيقة ان المطلوب كل دوت لكن يقدم قبل كل هذا قوة العقيدة وقوة الإيمان وقوة الطاعة وقوة الأرب من الشرع ومن السنة هو ده المطلوب ولذلك لما ترجع معاه بالذاكرة في سرية مقتل اللي كان عدد المسلمين فيها ثلاث تلاف وعدد الكفار والمشركين ميتين ألف ورغم ذلك لما المسلمين عرفوا العدد العجيب دوت قالوا لا احنا دولاته قدام ثلاث خيالات اما ان احنا نرجع واحنا معذورين واما ان احنا نخش ونقتل ونموت شهداء واما ان احنا نطلب من النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ان يبعث لنا مدد من الرجال واذا بعبد الله ابن رواحة تظهر العقيدة القوية في قلبه يقول يا قوم ان الذي تخافون لالذي خرجتم له تطلبون ووالله اننا لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوة وانما نقاتلهم بهذا الدين الذي اكرمنا الله به فسيروا وابشروا فانما احدى الحسنيين اما النصر واما الشهادة يتنتصر يتموت شهداء وبها ونعمة عين مفيش اجمل من كده فدخلوا فقاتلوا فانتصروا باذن الله سبحانه وتعالى تعالى اخي وحبيبي في عجالة سريعة كده نشوف انت عشان تبقى اقوى مصارع في العالم ايه المطلوب منك تعالى نقارم بين المصارع اللي بيسرع الشيطان واللي هيقف قدام الشيطان في جولات كبيرة جدا ان شاء الله وهنقف لان عدونا الاكبر هو الشيطان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو ضربنا اللي امرنا بكده وكانت عدوة الشيطان كانت قوية جدا وكانت مؤثرة جدا في ناس كتير ولكن في ناس ما شاء الله عندهم قوة في العقيدة قدروا ينتصروا على الشيطان ما خلوش الشيطان يتحكم فيهم ابدا ولا في ايمانهم ولا في عقيدتهم ولا عبادتهم ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف حبيبي في الله مقارنة بسيطة كده بين المصارع اللي بيدرب دوته وبيضرب من دوته وبيخش بطولات وبياخد بطولة الدابل دابل ايه وشعرف والدابل ايه مش حاجة كده واخد بالك وبين المصارع المؤمن اللي بيسرع الشهوات وبيسرع الشيطان والنفس والدنيا والهوى وشياطين الانس وشياطين الجن علشان يقوى ويمشي في طريق الجنة وعشان يوصل لطريق ربنا وعشان يمشي خلف نبينا ويقابل النبي على الحوض ويشرب من ايده شربة هنيئة مريئة لا يضمأ بعدها ابدا ويقول له يا رسول الله انا كنت المصارع قدامنا 28 جولة من خلال الشهر الكريم دوت هنشوف مين فينا اللي هيقدر ينتصر على الشيطان في كل موقعه وفي كل جولة والنهاردة يخبطوا بالشولدر في سوديك في البادي سلام وبيدت بدي دي تيول يعني هنزبط المسألة لحد لما في الآخر ان شاء الله نشوف مين فينا اللي يستحق ان يطلق عليه لفظ المصارع دي فكرة البرنامج فكرة البرنامج ان احنا هنحكي قصة الصراع بدأ ازاي بين الانسان وبين الشيطان والشيطان كان عايز يعمل ايه بالزبط وكان ايه الهدف الاساسي للشيطان في صراعه مع الانسان وامتى بدأ الصراع وليه بدأ وليه بيستمر الصراع ده لحد يوم الايامة والانسان علشان يقدر يعني يصارع وعشان يقدر ينتصر ايه المطلوب منه ان يعمله حاجات كتير هنعرفها وكل دوت من خلال برنامج المصارع اخويا وحبيبي المصارع علشان يقدر يكون مصارع بيعمل عشر حاجات ده المصارع الدنيوي اللي بيصارع واحد تاني وبيضربه وبينتصر عليه وعلشان في نهاية يبقى بطل يعني اي منظمة عالمية للمصارع لكن انت كمسلم بتصارع كل اعدائك عشان توصل في طريقك لجنة ربنا والرضى ربنا صحانه وتعالى برضو هتعمل عشر حاجات تعالى نقولها في مقارنة سريعة قبل ما نخش في موضوعنا ولكن صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اول حاجة المصارع اول حاجة بيعملها بيتضرب تدريبات عنيفة جدا ولسنوات طويلة جدا علشان يقدر يوصل للقوة البدنية المطلوبة وانت برضو في المقابل هو مهتم او بالبدن لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم صرف انظرنا عن قوة البدن وعن ان القوة المطلوبة هي قوة الامان وقوة القلب وقوة العقيدة وصفاء ونقاء القلب وتعلق بالله قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم هو بيهتم بجسمه وانت اهتم بقلبك وبروحك وبنفسك وبعقدتك وبإيمانك وبحبك لله ورجاءك لله وخوفك من ربنا رأي بقلبك وشوف قلبك متعلق بمين ولازم تصارع والذين اجهدوا فينا لنهدي انهم سبولنا جاهد نفسك بالطاعة جاهد نفسك بقيام الليل جاهد نفسك بالصيام النوافل جاهد نفسك بكثرة الذكر والتسبيع والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم اتنين هو بيدفع فلوس كتير قوي عشان يأكل ويشرب ويجيب منشطات عشان جسمه ويجيب حاجات كده عشان تقوى جسمه وانت برضو في نفس الوقت هتغزي قلبك بالذكر والقرآن وقيام الليل كل ده غزاء للقلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وثالث حاجة هو بينضم الاتحاد عالمي عشان يبقى منصارع مشهور وعلشان الدنيا كلها تعرف وعشان يخش يضمن منظمة أو مؤسسة معينة يقدر يمارس من خلالها الرياضة ديت ويقدر يصارع فلان وفلان وعشان يوجد والشهرة العالمية اللي هو بيدور عليها وانت برضو انضم الحزب اولياء الرحمن صحبة الخير اللي هتعينك في الدنيا على الطاعة واللي يوم الايام هتكون انت وهم في ظل عرش الرحمن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كم من ضمهم جماعة ورجلان تحابة في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك وفوق ده كله بتتعاهد انت وخوك المؤمن وبتتعاهد انت واختك المؤمن ان انت تشفعه البعض اذا ربنا اذن لأحدكم بالشفاعة فيشفع للتاني فتكونوا مع بعض في جنة الرحمن سبحانه وتعالى رقم اربعة من الحاجات اللي بيعمل للمصارع بيحدد الخصم اللي هيقبله يقولك فلان هيقبل فلان في المكان الفلاني في البطولة الفلانية وبناء على المباراة ديت هيبقى دوت بطل العالم في الدابلو دابلو اي وده بطل العالم في الدابلو دابلو اي الى غير ذلك واخت بالحضرتك عشان كده عشان تحس بالجو دوت جو المصارع دوت وجو التحدي وجو الصراع اللي بيننا وبين الشيطان حبينا نعمل الحلقة زي ما انتم شايفين كده في حلقات مصرعة مكان فعلا مخصوص كأنك واقف في حلبة مصرعة وإحنا وقفين وبنقدم البرنامج وكأننا فعلا قاعدين في مكان بيتصارع فيه وفيه صراع فعلا داير وده اللي أنا عايزك تحسه أن أنت دايما دايما في صراع مع النفس والهوى والدنيا والشيطان وأنك لازم تنتصر ولازم توصل لأنه ما فيش عندك حل حاجة من اتنين يا جنة يا نار يا إما توصل خلف النبي وتخش وراه الجنة يا إما عايزك بلا الطريق الثاني إن شاء الله ما يكونش طريقنا إن شاء الله طريقنا في النهاية يكون في الفردوس الأعلى في صحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطيبين اللي يا ما اشتقنا أن احنا نشوفهم بجد ربنا يجمعنا وياهم في الفردوس الأعلى رقم خمسة المصارع بيسعى لهزيمة الخصم بيبذل كل جهده بيتضرب تدريبات شديدة قبل كل مباراة عشان يقدر يتغلب على الخصم ده وبيعتبر إن دي فرصة الأخيرة وأنا عايزك في شهر رمضان وبعد شهر رمضان برضو تهزم شطانك وتقول هي دي الفرصة الأخيرة لعله وعسى يمكن معيش الرمضان اللي جاي فعايز أكون إن شاء الله هنتصر عليه في الجولة ديت عشان أقدر إن شاء الله أكون من أعتقاء الرحمن من النار وإن أكون من اللي ربنا كتبهم من أهل الفردوس الأعلى يبقى أنت لازم تهزم شطانك ولازم تعتبر إن شهر رمضان ده آخر فرصة تخش بها الجنة رقم 6 هدفه هدف المصارع ده هو الحصول على الحزام أهم حاجة عنده عنده استعداد ممكن يتقتل وأحياناً بتبقى مباراة يا جماعة حرة يعني ممكن يستعمل فيها آلات ويخبط ويضرب بالكراسي ويضرب بالترابزات وسلالة مواوة علشان في النهاية هو هيجنن لازم يحصل على الحزام بأي تمن حتى لو كانت تمن إن هو نفسه يحصل له حاجة في جسمه أو يحصل له عاها في جسمه لكن ليه هدف أما أنت كمؤمن هدفك الوحيد هو إنك أنت ربنا يكرمك بجنة ربنا ورضوان ربنا تعالوا نكمل مع المصارع ولكن ده عدد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي وحبيبي أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع أخي وحبيبي إحنا قلنا إن من سمات المصارع ليه عشر حاجات بيعملهم عشان يبقى مصارع عالمي وإنت عشان تبقى فعلا مصارع تقدر تسرع أعدائك الدنيا والنفس والهوى والشيطان لازم برضو تسلق عشر مسالك عشان في النهاية يبقى أنت المصارع وعشان توصل وتمشي في طريق ربنا وتوصل لجنة ربنا والرضوان وتكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم قلنا رقم ستة إن المصارع هدفه كل هو الحصول على الحزام أهم حاجة الحزام يحطه حولين وسطه وخلاص كده ملك الدنيا وما فيها أنت بقى هدفك الكبير والأسمة إن أنت تفوز برضى ربنا وبجنة ربنا سبحانه وتعالى ولذلك في الجنة ربنا سبحانه وتعالى ينادي على المؤمنين يقول يا رب جعلنا منهم يا رب يقول يا أهل الجنة هل رضيتهم فياكلونا يا ربنا وما لنا لا نرضى ما لنا لا نرضى وقد أنجهتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيقول وجل وعلا أنا أعطيكم أفضل من ذلك فياكلونا وأي شيء أفضل من ذلك فياكلونا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ده هدفك كمؤمن انت عايشش إن ربنا يرضى عنك لو رضى عنك هيكرمك ويسعدك دنيا وآخرة جقم سبعة المصارع دايما بيحب الدعاية والشهرة دايما بيحب إن هم يلمعوه في الجرائد والمجلات والتلفزيونات وفي كل مكان ويبقى لها في شاب بتاعتهم متعلق على الشوارع وإلا ما يكونش راضي نفسيا عن المصارع أو البطولة اللي هو داخلها أنت كمسلم هدفك كله إن ربنا يرضى عنك ما يهمكش الشهرة بالعافية أنت بتهرب من الشهرة أنت كل همك إن ربك سبحانه وتعالى يكون راضي عنك إنه يكون بيحبك إنه يسعدك دنيا وآخرة وإنه يرضى عنك ويدخلك جنته من عمل صالحا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فلنحي إنه حياة طيبة ده في الدنيا ولنجزي إنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أنت حبيب قلبي أنت في جنة فعلا أنت عايش الجنة بجد قبل ما تخش الجنة الإمام ابن تيمياب يقول إيه إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة قالوا ما هي يا إمام قال إنها جنة الإيمان ده هدفنا كله من وراء البرنامج ده إن إحنا كلنا نقدر نسرع كل أعداءنا دنيا هوى نفس شيطان علشان يصفوا لنا إيماننا علشان نشعر بلزة الطاعة والأنس بالله سبحانه وتعالى ونحس بقربنا من سنة رسول الله علشان كل ما تكون أقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هتكون أقرب منه على الحوض تاخد من إيده وتشرب من إيده شربة هنيئة مريئة لا تضمأ بعدها أبدا بأبي وهو وأمي ونفس وروحي صلى الله عليه وسلم رقم تمانية المصارع ممكن يتهزم دوارد هو فيه مصارع بيبدل يهزم على طول العمر كله أكيد مرة بيتهزم وأكيد مرة فيه مباراة تطلع دروت عادل وأكيد فيه مباراة بيغلب ومرة بيتهزم ومرة بيقوم ومرة بيقع بس ما بيقس وإنت كمسلم لما تزنب اوعى تقع لازم تقوم مرة تانية كان أحد الدعاء أحد المشيخ السلف يعني تلميزه يقول له يا شيخي إني أذنب قال تب قال ثم أعود فأذنب قال تب قال حتى متى يعني أفضل أذنب وأتوب قال حتى متى قال حتى تيأس الشيطان منك الشيطان هو اللي عايز يأسك من رحمة ربنا حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتهم من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم سبحانه وتعالى وجل جلاله رقم تسعة المصارع لما بيكسب ما بيغطرش باللي عمله بإنسى الموتش ده خلاص ده أصبح بالنسبة له بعد ما نزل من على حلبة المصارعة أصبح ماضي ولازم يفكر في اللي جاي هو كان بطل السماك داوين أو بطل الـ WWE في الأسبوع دوت ولازم الأسبوع اللي جاي برضو يبقى بطل فبيفكر هيصارع مين وهيقابل مين ويتجهز إزاي والراجل دوت يعني قوته إيه وإمكاناته إيه فبيقعد يفكر في اللي جاي وبينسى اللي فات وإنت أوعى تغطر بطاعة أوعى تقوم تسلق ركعتين قيام ليل فتغطر بنفسك فتسيب قيام ليل شهر كامل أوعى تصوم اتنين وخميس فتقوم قايم سنة كاملة ما تصومش لإنت صمت واغطرت بطاعتك بالعكس كل ما تعمل طاعة حس إن انت مقصر أكتر وأكتر وكل ما تتعلم حرف تحس إن انت كنت ما تعرفش يعني كنت في جهل وتعلمت ومحتاج تتعلم أكتر أكتر وكل رب زدني علمة وكل ما تعمل طاعة سبها ودور على غيرها قال جل وعلا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إذا فرغت من طاعة فانصب في طاعة أخرى أوعى تبص للطاعة ديت وتفضل تركز فيها وتنسى إن ورق طاعة تانية صليت الفجر لسه بعد الفجر في أذكار الصباح هتقعد في المسجد عشان تذكر ربنا لحد ما تطلع الشمس وبعدها بتلت ساعة تقوم تصلي ركتين فيكتب لك حج وعمرة تامة تامة كما ورد ذلك عند التلميذي بسنة دين صحيح خلاص فرغت من الطاعة ديت تقومت عشان تروح شغلك وتبتغل رزق الحلال عشان زوجتك وأولادك ويبقى العمل ده في حد ذاته والسعي ده عبادة بتتقرب بها ربنا انسى ده كله تيجي وقع ده وقت صلاة الظهر بتنسى الطاعة اللي فاتت وتقرب من الطاعة اللي بعدها وهكذا كل ما تعمل طاعة بتنصب في طاعة أخرى لحد ما تلاقي نفسك في النهاية ختمت لك حياتك بطاعة فتلقى الله على طاعة كما قال حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه تموت على طاعة تبعث على طاعة تموت وانت في الحج تبعث يوم القيامة ملبين تموت وانت ساجد تبعث وانت ساجد تموت وانت بتذكر ربنا تبعث وانت بتذكر ربنا وهكذا يبعث كل عبد على ما مات عليه المصارع ما بيقفش عند حد معين بل بيطور نفسه على طول بيطور إمكانياته وقدراته وقوته وطريقة لعبه ومهاراته وبيتعلم أكتر ويتفرق أكتر ويشوف مهارات غيره ويتعلم هنا وهنا وانت برضو طور إيمانك طور عبادتك اتعلم قال جل وعلا عن النفس قد أفلح من زكاهة ما قلش قد أفلح من تعلم كيف يزكيها فزكاها اختصر لك كل دوت في جملة في آية قد أفلح من زكاها يعني تعلمت وعملت بما تعلم فزكيت نفسك وقربت من ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها دول عشر حاجات أخوي وحبيب أخت الفاضلة ده عشر حاجات كان بيعملهم كل مصارع وما زال بيعملها كل مصارع عشان يبقى مصارع كبير وانت النهاردة في شهرنا الجميل المبارك دوت لازم تكون انت المصارع ولازم تكون انت المصارع ولازم نقرب من ربنا أكتر وأكتر ولازم نقضى على الشيطاننا اللي بعدنا كتير عن ربنا واللي أغرانا كتير بزينة الدنيا وظهرة الدنيا وأغرانا كتير بفتنة الشهوات والشبهات وبعدنا كتير عن سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ودي كانت فكرة البرنامج ان احنا نعمل برنامج عن المصارع مين اللي هيكون المصارع هتعمل دفتر وتعمل محاسبة لنفسك يومية وتشوف انت فين من كل دوت الشيطان اغراك وضيع وقتك هتصارع الفراغ دوت وهتشغل وقتك بتطعط ربنا ولا لأ الشيطان اغراك علشان تكسب لقمة حرام او تكسب من كسب حرام هتصارع الشيطان وتاكل لقمة حلال ولا لأ الشيطان اغراك عشان تترك الصلاة هترجع تصلي ولا مش هتصلي الشيطان أغراك عشان تخلع الحجاب أو ما تلبسوش أصلا هتلبس الحجاب وطيع عمر ربنا اللي قالي يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أي عرفنا فلا يؤذينا هتسمعي كلام ربنا ولا لأ وهكذا هنعرض صور كتير جدا من فتن الشبهات والشهوات وهنعرف قبل كل دوت قصة الصراع قصة الصراع مع الشيطان قصة مشوقة جدا بدأت إمتى وبدأت مع مين وبدأت إزاي وليه استمرت الصراع أو ليه استمر الصراع من هذا الوقت لحد يوم القيامة يفضل الصراع داير بيننا وبين الشيطان الشيطان لا ينام ولا يغفل أبدا أبدا حتى قيل الحسن أهينام الشيطان قال لو نام لا استرحنا هو لا ينام احنا نستريح لكنه لا ينام كل يوم ليه أسليب وليه سبل وليه طرق وبيحتال وعنده خدع ومكر عجيب جدا عنده خبرة عجيبة جدا من لدون آدم عليه السلام إلى قيام الساعة مر بأجيال وبعصور كتير جدا وأضل عدد كبير جدا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون عنده خبرة عجيبة جدا ويقدر يخش على الإنسان ويعرف نقطة ضعف ويتك عليها لو عارف لو شم منه ريحة حبه للمال يدخله من باب المال ويزينه المال الحرام عشان يكسب من حرام ولو حس منه أنه عنده حب للنساء يدخله من باب الشهوة ويوقعه في الحرام ولو حس منه ولو حس منه حب الشهر إلى غير ذلك ويفضل يضل في الإنسان لحد دم ييجي في النهاية يوم القيامة ربنا عافين وعافيكم الشيطان يتبرق من الإنسان ويقول له أنا ما عملتش معك حاجة إلا لأنك أنت أصلا كان عندك استعداد إن أنت تسمع كلامي علشان كده قبل ما نقع في المحزور بنقول من النهاردة لازم أكون أنا المصارع وإنت المصارع وإنت المصارع علشان في النهاية نقضي على فتنة الشيطان وعلشان نقدر بفضل الله نمشي في طريقنا لربنا إحنا تخلقنا عشان نعبده وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون أخوي وحبيب اوعي تنسوا إن أنتوا طلاب جنة اوعي تنسوا إن أنتوا ضيوف في الدنيا وإن الدنيا دي كلها عبارة عن فترة بسيطة جدا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فترة بنقف فيها تحت ظل شجرة وبنكمل مشوارنا مشوارنا طويل جدا جدا قال صلى الله عليه وسلم حينما دخلوا عليه ووجدوه نائما على الحصير فقال له ابن مسعود يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء أيان فراشا لينا فقال مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها الدنيا كلها النبي اعتبرها صلى الله عليه وسلم إن واحد مسافر من بلد لبلد في النص تعب وإفساع في ظل شجرة هي الفترة دي هي الدنيا فالدنيا ما تسويش حاجة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع هنعرف إن شاء الله من الحلقة القادمة استنونا بكرة إن شاء الله نعرف قصة الصراع بدأت إمتى ومع مين وإزاي وهتستمر إزاي بحبكم في الله سبحانك الله ومهو بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة